أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور أن بناء الوعي الثقافي والفكري للطلاب ودعم تشكيل شخصية الطالب على كافة المستويات العلمية والفكرية والثقافية يمثل أولوية عمل للدولة المصرية وخلال لقائه مع وزير الثقافة أحمد هنو لوضع خطة عمل موسعة لتعزيز الوعي والثقافة لدى طلاب الجامعات في مختلف القطاعات أكد عاشور أن وزارة التعليم العالي تعد ضلعا أساسيا في عملية تشكيل الوعي كما أن الجامعات هي اللبنة الأساسية للمواهب والطاقة البشرية اللازمة لبناء مجتمع معرفين إبداعي